بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمود حسين لاستكمال قرص السويل استيبلايزيشن اللي خاص بالمستوى العاشر في قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جمعة الملك خالد النهاردة ان شاء الله هنبتدي في شابتر فور وهو ديزاين اوف سويل رينفورسمينت او البارت في هذا الشابتر هنتكلم على المين فانكشنز أو الوظائف الاساسية لتسليح التربة وهناخد انواع الماتيريالز المختلفة في تسليح التربة لو نبص على الفانكشنز بتاعة الينفورسم فهي لها اكثر من وظيفة اول حاجة ممكن تبقى وظيفة للفلتريشن او للترشيح المية وفيه الدرينيج وازاي نتحكم فيه الدرينيج او تصرف المية وفيه السيبريشن او فصل ما بين الصائل وبعضها وفيه الصائل انفورسد وده اللي هيهمني في هذا الجزء ازاي نسلح التربة بتاعتنا وفيه طبعا السي بي جي كنترول او التحكم فيه تصرب المية خلال الصائل لو هنتكلم على اهم انواع المواد اللي مستخدمة في تسليح التربة فطبعا بيأتي على رأسهم الجيوتيك ستايل والجيوتيك ستايل زي ما انت شايف فيه منه انواع مختلفة فيه منه نون ووفن جيوتيك ستايل وفيه ووفن جيوتيك ستايل ودي بتعتبر من المقاومة الشد العالية اللي احنا بنستفيد بيها عشان تقاوم الشير فيلير بتاع الصائل وهناخد ان شاء الله فيه الشابتر ده ازاي تصمم حيطة من ال رينفورسد صائل بالجيوتيك ستايل فيه نوع تاني اللي هو الجيو قومزد زي ما انت شايفو محطوط بتعمل فيه الطرق وبيدينا مقاومة ممتازة جدا وشغالة دلوقتي على مستوى عالي النوع الثالث فيه الجيو جريد زي ما انت شايفها بتستخدم غالبا فيه الميول عشان تحاول تمنع الانهيارات بتاعة الميول الخاصة بالصائل وفيه الجيو من برينس زي ما انت شايفها بتستخدم غالبا فيه خزنات المية عشان تبتدي تتحكم فيه تصرف المية والمية ما تتصرفش في الصائل وتروحها باقا لو احنا عايزين نحافظ على الطربة من او المية من الضيعة وفيه نوع اخير اللي هو الجيو نيت وده برضك بيبقى ممكن نشغله كزي جيتو كستايل او الجيو جريد بالشكل اللي انت شايفه دوان شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة